اهلا ومرحبا بكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد السلام عليكم اليوم طبعا احبابي بدي فرجيكم على الزيتونات كيف صاروا انا الزيتونات طبعا كبستم بواسطة البيضة مثل ما شايفين هاي دا البيضة استعانت فيها لحتى حدد الملح وهلا بدي فرجيكم الزيتون كيف صار تقريبا بعد اسبوع اقل كمان من اسبوع لايكوا اسم الله كيف صار ما شاء الله بيجنن حتى طعمته رائعة جدا رح افتح طبعا المرتبان وفرجيكم الزيتون من الداخل بس المخزة من هيدا الفيديو واني بدي فرجيكم انه بسرعة استوى عندي الزيتون لاني طبعا حليت وضليتني حلي فيه تقريبا شيء اربعة ايام لايكوا اسم الله هيدا اللون الاصفر الجميل طبعا هيدا اللون طالع من الزيتون ومن الحامض لايكوا ما شاء الله حبت الزيتون كيف يعني زبطوا مية بالمية رح رجع كل شي لمحله بدي بس هيدا الفيديو انه فرجيكم البيضة انا عيارت فيها معيار مظبوط بس البيضة شبعت من الملح البيضة ارتفعت بهايدي الطريقة انا طبعا كبسة الزيتون طريقة كتير سهلة بتمنى طبعا تجربوها لانه كتير سهلة وفي ناس كتير عم بقلولي انه جمانة انت عم بتقليد يعني عم تستخدمي طريقة كتير قديمة ايام نستخدم طريقة قديمة لانه اكيد لازم الانسان ما ينسى قديمه فنحن تعودنا على التأليد ومستمرين على التأليد قد ما صار في تكنولوجيا وتطور فلازم طبعا انضلنا على تأليدنا مع تحية الى اللقاء